من عام حزب العمل والإنجاية سي عبدالتيف ورحبا بيك بيك جيد تجري شوية سفور سي عبدالتيف نعتذر على التأخير نبدأ معك باللكتواليتي سي عبدالتيف في المكي وتصريح راشد الغنوشي البرح اللي أثار لقيقة برشا ضجة في علاقة بالعشرية الماضية ما قاله على الوضع السياسي في البلاد يحكي على الدستور 2014 قال أنجزنا دستورا عظيما خلال العشرية الماضية يقول اللي تونس اليوم يكتوي بنار الانقلاب ويحكي أيضا يقول تونس اليوم يتمنيوا لكن يعيشوا نهار واحد من العشرية الماضية اليوم الطرف المقابل يقول لك اليوم المعارضة السياسية المعارضة لمصار 25 جوليا ما زالت حبست وراهنة لحظة 24 جوليا ولا هذا ولا ذاك يعني الشعب التونسي مش ممكن أو الأصاح تونس ما هوش قدرها أما ديمقراطية بين ظفرين مايعة ما نجمتش تعمل قبضة في البلاد وبين حكم استفرادي فردي تقول كل القوانين الطبيعية أنه سيذهب إلى أسوأ أنواع الدكتاتورية والفساد قدرنا لا هذا ولا ذاك قدرنا ديمقراطية نافذة قوية منتجة تضمن الحريات كما تضمن تطبيق القانون ولذلك قبل 25 جوليا فيه ما يتقال وما بعد 25 جوليا فيه برشة ما يتقال لأنه ضرب أساس التعايش الوطني اللي هو الديمقراطية وأساس للانقسام فأحنا لا نقول قبل 24 جوليا كانت جنة ولا كذلك اللي جاء في 25 جوليا هو إجابة خاطئة على إشكال حقيقي أنه ثم نوع من التحلل والبلاد مش تولي أن جوفرنابل وتتذكر وضع الحكومة والبرلمان وإلى غير ذلك جاوب عليها بانقلاب وهذا خطأ أعظم ربما مليكان سيد ولذلك المصار هو في الأسط عبدالتي في الماكي قلت كانت إجابة خاطئة على إشكال حقيقي يعني لحظة 25 جوليا كانت تجوي بخط اللي لحظة 24 جوليا هذا شنو حبيت تقول تماما شنو الإجابة الصحيحة بالنسبة لعبدالتي في الماكي كيفش كانت لازمها تكون 24 جوليا ونص كيفش؟ أنه يقع إصلاح إشكالات نظامنا السياسي اللي كانت قايمة اللي هيها شاشة السلطة التنفيذية اللي هي فوسي فوسي البرلمان يقع إصلاحهم في الدستور بالنسبة للمشكلة الأول وبالقانون الانتخابي بالنسبة للمشكلة الثاني ننظروا في طريقة جديدة لإفراز المحكمة الدستورية اللي تعطلت إلى غير ذلك وكله بالحوار الأهمية متاعه أنه كل الأطراف تشارك وفي الأخر نمشه في الرأي الأسوب الرأي الخير وإن أدى الأمر أن نعرضه هذا على استفتاه في البلاد أو نتقدمه به في برامج انتخابية شنو نتيجته هذا؟ نتيجته أنه حتى اللي ما تمشيش بالرأي متاعه على كل خذاء الفرصة باش يدافعوا باش يقولوا باش يتكلم ونكونوا وقتها يد واحدة لمعالجة مشاكلنا متاع الاقتصاد وغيرها الرئيس قيسعيد أسس للانقسام باستفراده بالسلطة وبتلك الطريقة كما أن المنظومة اللي كانت قايمة قبل 25 جويلة 24 جويلة بالغت يعني في النوم في العسل كما يقولوا يعني حكومة ناقصة حداشة النوزير قلوا هات نحيه لحكومة ذي ونجيبه رئيس حكومة متفق عليها ويعمل حكومة يعني متفق عليها يلا نطلق نعنا حوار والناس يعني ما يخذر الراحة متاح ولذلك لا قبل 24 جويلة مرضي للتوانسة ولا اللي صاير الآن مرضي للتوانسة ونتائج الاستفتاء خير ودليل على ذلك أسابيع معدودة تفصلنا عن الموعد الأعلان النهائي لنتائج الاستفتاء عبدالتيف في المكي فما ترقب كبير من قبل الطبقة السياسية اليوم لقانون الانتخابي الجديد فما انتخابات الشرعية السابقة لأوانها على الأبويب القانون الانتخابي القادمي نجم يبدل اليوم رؤية وتصور عبدالتيف في المكي حزب العمل والإنجازية علاقة بمصار 25 جويلة النجم نراوى عبدالتيف في المكي يقول القانون الانتخابي القادم به ممتاز وهذه يخلينا أحنا على استعداد إنكم تكونوا في الاستحقاق القادم شوف الحكام دائما ما تكون شي بالتفصيل احنا لن نغير موقفنا من توصيف الانقلاب بأنه انقلاب أن نكونوا مستعدين للتجاوز عبر عملية سياسية حوارية مستعدين للتجاوز عبر عملية سياسية حوارية تشمل كل شيء تشمل كل شيء لأنه ما هو شيء من باب المسئولية ولا من باب الأخلاقية الوطنية أنه نقعد ندوره في نفس المكان لكن هذا يقف أمامه صد منيع أو سد منيع هو السيد قيس عيد نفسه هذا الرجل يؤسس للانفراد لا يقبل أي شراكة حتى من أقرب المقربين لها أنه تشوف فيه يستعمل في الناس كل مرحلة يستعملوا باش يتكلم في الإعلام باسمه باش يخدمه وثيقه وبعدين يرميه يتيشه وما يردش عليه حتى عندما يحتج أو يلاحظي لغير ذلك فبالتالي احنا مع أنه نتجاوز هذا الوضع والتجاوز لن يكون إلا بعملية سياسية تشاركية نقعد مع بعضنا ونحكيه لو لم يكن هذا سياسة تحورية حوار نجلسه مع بعضنا تقول أنت هذه الحل الأمثل للتجاوز لو ما كانش فم حوار عبدالتيف فلماكي ويقول رئيس الجمهورية قيس سعيد واضح الرؤية بشيكون فم قانون انتخابي وفيما بعد فما انتخابات تشريعية سبقى لأوانها وخريطة الطريق كانت واضحة منذ البداية يعني بالنسبة لهذاية هو مأسسة للصراع وللردود الفاعل ولعدم الاستقرار في البلاد وهذه دروس التاريخ وهذه معناها دروس التجارب اللي عرفتها الدول الأخرى ليس هناك أفضل من الإدماج السياسي في ظل القوانين سواء كان قوانين دستورية أو قوانين عامة لو لم يكن الحوار عبدالتيف المك سيكون الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتدخل الخارجي في شؤون الداخلية طالما الصف الوطني مفرق طالما أن الباب مفتوح للتدخلات الخارجية طالما أن علاج مشاكلنا الحقيقية الاقتصادية والتنموية لتهم المواطن بيش تبقى معلقة وكما قيس عيد عالج المسألة السياسية بنفراد حتى المسألة الاقتصادية بيش عالجها بنفراد وأنه أدى الأمر إلى مواجهة الشعب وسيواجه الشعب سيواجه الشعب عن طريق الصندوق لا ليس عن طريق الصندوق عن طريق السلطة وأجهزة الدولة لأنه اليوم الوضع الاقتصادي إما يتحل ونحن في وحدة سياسية ونقول في وحدة سياسية أنا متفهمين على المسار العام ونخاطب العالم بصورة موحدة وقوية ونطلب برامج لتونس غير عادية لأنها البرامج هذي متاع التفاوض مع الفهمية وكذا يعني يقول لك حاجة ما تسدش الجوع يعني أنتي اليوم عندك في الميزانية الحالية متاع 22 عندك تغرى مالية بـ 22 مليار قبل ما تعمل الميزانية التكملية على دور ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع أسعار البترول يعني بش توالي أكثر من 22 مليار شنو مش عتيك الفهمية مش عتيك 4.000 مليار تجيب شي 5000 مليار من السوق المالية الحرية والبقية بقي نفترض أنك عملت متاع 22 مش مش تعمل في 23 مش مش تعمل في 24 إلا السياسات غير شعبية زيد 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 في كل شيء لوقتها مش تقول لي ثم أزمات اجتماعية وأشهر الأزمات في تونس والانتباضات كانت لأسباب اجتماعية واقتصادية أناه الأفضل نصفيه الوضع السياسي مع بعضنا ونكون يد واحدة نذهب إلى العالم نطلب حلول غير عادية كما أوروبا وأمريكا مولوا الديمقراطية في أوروبا شرقية بعد سقوط جدار برلين وسقوط البلوك منتع الاتحاد السوفيتي مولوها بطريقة غير عادية وإحنا بينا كنا نخدمه مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان عبر لجنة الأليكا المشتركة نضغطه باتجاه هذا الاتجاه إلى درجة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيان يطالب بمشروع مرشاة للتونس لكن هذه السياسة لم تتواصل ما نجمش يكون الحل عبدالتيفة المكي من خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها اللي هي بيش تفرز وشكون بيش يكون في الغرفتين البرلمانيتين وشكون بيش يكون في 2024 عن طريق انتخابات رئاسية شكون بيش يكون في منصب رئاسة الجمهورية الصندوق اليوم ما نجمش يكون الحل إذا كنت ما صارتش أو ما صارش الحوار الصندوق هو راه جزء من مناخ كامل اليوم الإدارة على ذمت سيقا يسعيد حتى القضاء بيش يولي على ذمت سيقا يسعيد من حيث التعينات المحكمة الدستورية بيش تولي يعني وفق مشروعه جديد للدستور يعني واحد عنده الدولة بكلها ويقول لك اينا احتكمل الصندوق هذا غير عادي فضلا على أنه سيستهدف أشياء أخرى مثل الإعلام لن يقبل بحرية الإعلام ولن يقبل باستقلالية القضاء الحقيقية ماذا سيف على الصندوق في مثل هذه المناخات لأنه ثم التزوير يصير بتبديل ورقة بورقة ولكن ثم التزوير يصير بتزوير المناخ كامل واليوم في البلاد ليس هناك أي طمأنان إلا من قلة قليلة لأن المناخ في البلاد يعني محايت يعني الدستور هذا بشيز إلى دولة التعينات فالتعليمات يعني كما الآن توا النواب ممنوعين من الصفر بتعليمات سياسية من السلطة مش بأمر قضائي وقت تتكلم مع مسؤولية الحدود يقول لك الله غالب هذه تعليمات بش يولي كل شيء في البلاد تعليمات لماذا؟ لخطر كل شيء تعينات من عند السيد قيس عيد كل شيء قاعد يعين فيه بطريقة مباشرة وغير مباشرة عبدالطيف الماكي وانت تحكي على الأزمة السياسية وتحكي أيضا بتوازي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي قلت الحل في العمل عبدالطيف الماكي إنه الناس الكل تشتغل اليوم لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد التونسية يكون مبني على حوار سياسي مشترك تشرك فيه كل الطبقة السياسية ولكن اللي قاعدين نروا فيه طوى عبدالطيف الماكي من قبل المعارضة السياسية تقريبا اهتمام هالكل كان النظام السياسي شكون يتحسب؟ شكون ما يتحسب؟ كيفش النجم منحسب ورئيس الجمهورية؟ شكون يحكم؟ شكون ما يحكمش؟ مريناش معارضة سياسية خرجت اليوم وحكيت على الوضع الاقتصادي قدمت مديل اقتصادي عبدالطيف الماكي لا لو تحل طوى موضوع المنشآت هتون عتيك رأي بالتفصيل لو تحل قطاع الصحة تون عتيك رأي بالتفصيل لو تحل قطاع التعليم تون عتيك رأي بالتفصيل المظاهرات اللي خرجت نشارع نشوف فيها كين الشعارات التي رفعت لعلاقة بشأن السياس فقط لان النظام السياسي هو الذي يدير كل شيء يدير الصحة ويدير التعليم ويدير الاقتصاد ويدير الامن اذا اختل النظام السياسي تختل البقية فهمتني؟ هذك علاش يقول لك راهو الاستبداد يؤدي الى الفساد لانه طريقة الحكم باش تولي تميز في ناس على ناس بدون ان يحسبها حتى واحد ولذلك كل شيء مربوط بالسياسة مثلا ماش بلاد في العالم ما سواتش الملف السياسي ونجم التنجح في الملف الاقتصادي ولذلك هذية اولوية مسألة الملف السياسي لكن لو يفتح حوار المعارضة عندها اراءها وعندها توجهات وعندها اختيارات ومشكلة البلاد في الموضوع الاقتصادي لاهي مشكلة تقنية فالحمد لله الاقتصاديين والماليين والقانونيين متوفرين ولاهي مشكلة خيارات لان الخيارات في النهاية موجودة تقول لي اش نعملوا بالمثلا بالشركة الفلانية العمومية نقول لك يا هذي يا هذي نتحاول هم لوين المشكلة عبدالسف الماك المشكلة انه مثلا ماش سلطة سياسية مستقرة تاخذ خيارات وتمشي فيها متوفرة لها الظروف باش تاخذ خيارات وتمشي فيها شوف قداش من مشروع ثوري كان ممكن يأثر على طبيعة الناس تعطل بسبب تقلب الحكومات انا نقول لك موجة ثانية متاع الكورونا في الثالثة في الرابعة ما كانتش يتقتل والعمار بيد الله الاعداد ده ذاك لو انه ما صارتش اضطرابات سياسية سقوط حكومات وحدوث فراغ واقتل سقطت الحكومة عيوض انه كان ثم اهتمام الاستعداد للموجة الثانية واللينا مهتمين كيفاش نشكل حكومة جديدة بعد 25 جولي عام اليوم كيف انه نقيم مدى نجاح رئيس الجمهورية قيس سعيد وفيما بعد حكومة بودن في ادارة الازمة الاقتصادية والاجتماعية طبعا يعني نجمه سنة نقيمه على اقل البداية نقوله هل عمله بدايات باهة ولا لا ما ثماش الموضوع الاقتصادي والاجتماعي مهمش بالنسبة لسيد قيس سعيد هو في اهتماماته الثانوية جدا ويشتغل عليه بطريقة بيروقراتية اي الاداريين بارك الله فيهم ومشكورين يقوموا بالعمل المتاح لكن الاداري اذا كانش ما يكونش عنده مظلة سياسية توجه في هذا الاتجاه وفي ذلك الاتجاه باختيارات ما نجمش يقدم ولذلك سيد قيس سعيد خصص تسعة وتسعين في المئة من الجهود متاعه لارسال نظامه السياسي مع تهميش المسألة الاقتصادية والاجتماعية وروا اليوم البلاد تقعد قرابة شهرين ونصف بدون حكومة في بداية الانقلاب روا هذاك مش ما عندوش اثار عندو اثار عبدالتف الماكي ما قعدلناش برشا وقتوه ما قعدلناش وقت مستش بش نصلي في دقيقة من عند زملائنا في قسم الاخبار انتخابات رئاسية سابقة لأوينها مبكرة هذا كنت دايتلو فما ايضا انتخابات تشريعية سابقة لأوينها الاولى والاهم بالنسبة لعبدالتف الماكي وحزب العمل والانجاز رئاسية يقبل ولا تشريعية يقبل لا مع بعضهم متزامنين لانه يعادت هذه الفلسفة متاحة يعادت الكلمة الى الشعب لتجديد الشرعية نجم راوك مرشح الانتخابات الرئاسية اذا صارت عبدالتف الماكي اشتروحهم لكن اذا رشحوني مجموعة طيبة انظر في الموضوع حزب العمل والانجاز النجم راوك في الانتخابات التشريعية سابقة لأوينها انت والظروف والشروط وهذا ما نيش معا انه كل حزب يقرر واحده يلزب الناس اللي يشتركوا في الروي والفلسف يقرروا مع بعضهم واضح شكرا لك عبدالتف الماكي امين عام حزب العمل والانجاز او موعد موجز